كمان الدكتور مصطفى بمدبولي رئيس الوزراء النهاردة طبعا وهو وزير الاسكان برضو قام بجولة ميدانية تفقت فيها حي الأصمرات في المؤطم وطالب اللواء خالد عبدالعال محافظة القاهرة والمسؤولين في المحافظة انهم يسرعوا من الانتهاء من مشروع الأصمرات تلاتة وقال لهم ان فيه التزام امام الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المشروع وان المطلوب حاليا 24 ساعة شغل لانه تم سداد كل المستحقات المالية وبالتالي مش هنسمح بأي تأخير الدكتور عاصم الجزار وهو نائب وزير الاسكان قال ان المرحلة التالتة من المشروع الأصمرات اللي بيتم تنفيذها حاليا دي بتتضمن انشاء 7304 وحدة سكنية بقيمة حوالي 580 مليون جنيه وكمان توصيل المرافق للوحدات دي وكمان رئيس الوزراء تفقد أعمال تنفيذ الوحدات السكنية في مشروع روضة السيدة اللي هو كان تل العقارب في السابق واللي بيجي من ضمن جهود تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في بلدنا طالب كمان رئيس الوزراء الشركة المنافذة للمشروع برضو انها تسرع من الانتهاء من التنفيذ بالأخص ان جميع المستحقات المالية للشركة تم صرفها